السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم علي الزهراني أهلا بكم في الحرقة خامة سلسلة تطوير تطبيقات الايفون والأي بعد بإذن الله اليوم سنتعلم شي جديد سنحاول إن شاء الله نبلي مثل النظام سيكون لدينا سويتش ستكون لدينا صورة سنقوم بعمل الصورة ستكون ظاهرة ستكون صورة اختفئ سنتعلم شي جديد ستكون كيف نضيف صورة سواء كان اف او اف سوف نضيف نحن نعمل 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 NEW Project نعمل نعمل نخرج نختاره المكان نعمل نروح الواجهة الرسومية راح نحتاج نضيف نضيف لكي نوضح المستخدم هنا سيكون ظهر الصورة نضيف الصورة سنكبر هنا لكي نطلع الكلام سنحتاج UI سنقوم بتقليق وضع صورة ثم نضيف الصورة نضيف الصورة نقوم بصورة سنضيف الصورة هناك ملف البروجيكت طبعا الصورة نأخذها من أي مكان الانتحاب سأخذها من الإيميل سنقوم بتأكد أنه سنقوم بتغيير نقوم بتغيير الآن الصورة مضافة عندك اسمها فوتو جي بي جي نجي نحدد على الإيميج من الإيميج من هنا نختار الصور ستطلع نار طول الصورة معنا ستكوم باين طيب، ننخلي وضع الدفولة للصورة إنها هيدن كده نكون نحنا خلصنا من الواجهة الرسومية الآن ننتقل للهيدر فايل سنحتاج سنعرف UI سويتش نخلي طبعا كل إيب آتلت UI سويتش سنسميه مثلا نستغرر إباوث للتاني UI image view نسميه Bic سيكون عندنا أكشن واحدة بعد نقوم بتغييره و او اف سنقوم بإباوث إباوث نسميه مثلا display ستستغرر ستستغرر عندنا إدسندر كذلك نكون نخلصنا من الهيدر فائض الآن ننتقل الامبلمنتيشن ننسخ المثود اللي عندنا الـ action رح نبني الـ body تبع الـ action رح نقوم 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 والـ switch المتغير اللي عرف ما من الـ switch نسميناه show .on equal equal true رح نقول بعدين إذا كان الـ switch على الـ on رح نقول له .hidden equal false .hidden 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 الان نربط الواجهة الرسومية بالنسبة لنا نجعل الـ ViewController الـ Method سوف نحول الـ Bec سوف نقوم الـ Show الـ Switch سوف نقوم الـ Method سوف ترتبط بالـ Off سوف يكون لدينا موهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه سوف نقوم الـ Off نحن نقوم الـ Run نقوم الـ Build-Sexec الوضع الذي قلنا نقوم الـ Off عندما نقوم الـ On نقوم الـ Off نقوم الـ